اشتركوا في القناة بس انوه لنقطة انو احنا او تحديدا انا بلشت اسجل نوعين من التوقعات نوع من التوقعات مختصر راح يكون يعني بمعنى اللي هي بس حركة القمر ما راح اذكر فيها لزوايا ولا تأثيرات الزوايا ولا اي شيء بس حركة القمر ايش تأثيرها على الابراج هاي لالاشخاص اللي بقولك انت بترغي كثير وبتحكي كثير والامور هاي فعشان هيك حطينا لهم المختصر يروح يسمع المختصر لحاله بدون ما يدخل على الشغلات اللي فيها راغي وفيها شروحات اكثر وطبعا بالنسبة للحلقة هاي راح تنزل بنفس الفكرة هاي زي ما انتم متعودين اللي هي البيوت والشروحات شوي الحلقة هاي راح يكون فيها اشي مميز او حركة شوي غريبة او ممكن اول مرة بتسمعوها او اول مرة ممكن تشاهدوها في شيء له علاقة بعلم الفلك وهي راح تكون بمسألتين مسألة لها علاقة بعطارد الشرح الدقيق اللي راح يكون عليه وبرضو على امور الها علاقة في مزاج الكواكب اللي احنا دايما مننزلها شوي راح يكون فيها تفصيل قوي جدا عشان هيكي قبل ما برضو انه احنا ندخل على توقعات اللي حاب يحط لايك يحط اللي بدي يحط ديس لايك يحطه من البداية قبل ما تنسى وانتي ماشي في التوقعات وبرضو في استفتاء انا حطيته على القناة ياريت على المنتدى ياريت تدخل وتعمل ومشاركة عليه لانه انا مش من جماعة اللي حاب موضوع البيبال لاني انا ما بفهم فيه ولا اي شيء ولكن اليوم صار عندي معلومات عنه في ناس طلبت مني اني انا اعمل بيبال عساس التبرع والشغلات اللي زي هيك انا بالنسبة الي رافض الامر هاد ولكن ان وجدت انه انتو بتدعموا في هاي المسألة وشايفين انه اشي عادي لانه مستحيل احط حالي في الموقف اني انا بتسول او اني انا بشحد او اني انا جاي بستعطف او هذا يعني بتعرفوش انتو لسا يعني فيه ناس ما بتعرفش سعيد ديش اقول الكل بيعرفش مين سعيد سعيد برضاش يعني من اي شخص اي مبادرة او احسان او صدقة او اي امور ولكن فيه اشخاص حبت انها هي بدها تساهم كجزء فانا ما رح اقول لا ولا رح اقول اه فانا حطيت استفتاء حطيت نوع من انواع الاستبيان انتو حاولوا انكوا تجاوبوا عليه اذا شفت الامر انا انو الاغلبية بتقول لي اعمل معناته انا يمكن انا الغلطان لاني رح امشي مع الاغلبية اذا شفت الاغلبية رح تقول لي لا لا تعمل وهذا الاشي واحد اثنين ثلاثة اربعة فصدقا انا ما رح اعمل يعني هي مبادرة بس حسب رغبة اللي طلبوا هاي الامر حبيت ان اعمل هذا الاستبيان اه لكم كل الاحترام وتقدير وخلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاحد سبع وعشرين تسعة القمر موجود في الدلو رح يتواجد في منزلة سعد السعود وهي توطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة عشرة وثمنتاشر دقيقة مساء اي منتصف ليل ستة وعشرين على سبع وعشرين بعدها رح ينتقل لمنزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والظفر والعقد وبما ان القمر رح يكون موجود في الدلو معنات الفترة هاي بنشعر بانه احنا بحاجة ماسي للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام الى نادي او مجموعة من غفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقة اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز او تجربة طعام جديد اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم اول زاوية رح تكون هي زاوية تربيع سلبية وهي زاوية وحيدة زاوية تربيع سلبية بين القمر وارنوس رح تكون في تمام الساعة واحدة قبل الفجر ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك الحدث اللي رح يصير خلال هذا اليوم هو انتقال عطارد من الميزان للعقرب رح ينتقل عطارد في تمام الساعة 47 دقيقة صباحا من برج الميزان لبرج العقرب ورح يعود متراجع الى الميزان مرة اخرى رح يستمر في التقدم من اليوم منتصف الليل اللي هو ليل 13 على 14 عشرة لا يبدأ في التراجع في برج العقرب اما في منتصف ليل 27 على 28 عشرة رح يعود متراجع لبرج الميزان ورح يستمر متراجع حتى مساء يوم 3-11 تنتهي الحركة التراجعية ويعود للحركة الامامية من جديد ولكن تأثيراته السلبية يعني من اثر التراجع رح تستمر لغاية يوم 5-11 في فترة التراجع العطارد دائما منشعر بتشويش في حياتنا اليومية تتعطل الهواتف بصورة مفاجئة ممكن تضيع رسائل في البريد او يتأخر طرد بريدي اكثر من المعتاد بالاضافة لانه بتكتض حركة المرور بننتظر طويل في السيارة مدة طويلة وعادة بتكثر حوادث السير بشكل ملحوظ وبتزداد السرقات لسيما سرقات السيارات ناهيك عن خراب او تلف فجائي بحل بالسيارات او بالمتورات او بالكهرباء ومنلاحظ ايضا فترة التراجع عطارد انه عدد من الاجهز الكهربائية في البيت بتتعطل بصورة فجائية ودون سابق انذار زي جهاز التلفزيون او التلفاز او المذياع او الثلاجة او الغسالة في هاي الفترة ايضا يجب الحذر من توقيع عقد ما ويجب فحص بنوده بشكل جيد عشان ما يتسبب بند يعني يسبب لك نوع من انواع المتاعب في وقت لاحق هاي الفترة برضو بوسعك تأجيل توقيع عقد اللي بيقدر يأجل لازم يعمل هذا لانه التراجع يعني بيعمل نوع من نوع الاشياء السلبية اللي بتيجي لاحقا للامر هذا كما انه ما بننصح اي شخص في هاي فترة التراجع من كفالة شخص اخر ماليا فترة التراجع وطارد من لاحظ عدم استقرار الوضع المالي بصورة عامة وعلى اللي بيشتغلوا بالمضاربة في السوق المالي او البورصة او اللي بيتعاملوا في تغيير العملات انهم يكونوا على وعي من هاي الامور لانه الاسعار بتتذبذب في كل الاتجاهين وبتكون غير مضمونة ومن الامور السلبية هي النسيان والتشويش اللي ممكن يصيبنا وممكن يعني شوي نفقد بعض الحاجيات لاسيما مفاتيح اغراض اوراق تبوتية مثلا او في مجال الدراسة بتخف القدرة على الاستيعاب وبتنزل الرغبة في الالتحاق بدور الدراسة وطبعا تأثيرات السلبية وايش تأثيراتها على الابراج وايش اللي رح يصير في وقتها رح نحكيها ولكن احنا مقدمة عشان الكل يكون حاس بحساب انه فترة التراجع بتكون سلبية واحنا مقبلين على فترة التراجع بالفترة القادمة فعشان هيك من هيئكوا قبل فترة عشان انتو تحطوا اللي هي الوقت انه بالرزنامة تاعدكم فترة كذا لفترة كذا في تراجع ندير بالنا ورح نذكرها طبعا على تأثيراتها على الابراج والبيوت والشغلات هاي وانه هو رح يتراجع في برج مائي والفترة شوي اللي هي علاقة بالامطار والمياه والاشياء هاي يعني في تقلبات برضو في شيء له علاقة في المناخ طبعا رح نحكي الآن احنا من فترة الانتقال اللي هي رح تستمر من صباح اليوم لغاية نهاية يوم 13 عشرة بداية يوم 14 عشرة اللي هي منتصف الليل خلال الفترة المذكورة وأثنائها يعني سير الكوكب عطارد للحركة الأمامية بشعر موليد برج العقرب بقوة الفكر والتركيز والرغبة في المطالعة والدراسة والقدرة على إقناع الغير بوجهة نظرهم كما انهم بيقوموا بإجراء اتصالاتهم وسفرياتهم الضرورية بيستفيد معهم كذلك موليد الأوراج المائية الأخرى الترابية وكذلك كل شخص تواجد عطارد عنده ساعة الولادة في العقرب طبعا أي شخص بيولد أو عنده عطارد بالعقرب بميلة تكتم على أسراره والتغلغل في نفوس الآخرين لمعارفة خباياهم أما بالنسبة لتأثير عطارد أثناء تواجده في برج العقرب البرج الحمل بتنصب أفكارهم حول الأمور المالية المشتركة وشوي هيك بتحاولوا أنه تعملوا إدخال تحسين عليه أما بالنسبة لبرج الثور بيميلوا إلى تبادل الأفكار والأراء مع الشركاء حتى إن كانت هذه الشراكة شراكة مالية أو شراكة عاطفية الجوزة أفكارهم بتفيدهم في التعامل مع زملاء العمل أما بالنسبة للسرطان بتزداد نشاطاتهم الأدبية وحث أولادهم على الدراسة الأسد بتنصب أفكارهم حول الأمور العقارية وعندهم قدرة على إقناع أفراد العائلة بوجهة نظرهم العدراء بيكون النشاط عندهم بسفر أو اتصالات لمسافات قصيرة وبتنصب عند الطلاب أفكارهم بتشجعهم على أمور إلها علاقة بالدراسة أو إلها علاقة بالتواصل أكثر وقسم من موليد برج العدراء ممكن يفكر في شراء سيارة أو هاتف أو جهاز كمبيوتر الميزان بتنصب أفكارهم بشكل أفضل لكسب المال العقرب تمنحهم قوة على الفكر والإدراك الجيد وسرعة البديهة وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم القوس بينجذب أو بينجذبوا لمواضيع الغامضة في الحياة أكثر من السابق وبيحاولوا إدراكها أكثر الجدي بيميلوا لا تبادل الأراء والأفكار مع الأصدقاء إدالوا أفكارهم بتفيدهم في مجال العمل الحوت بينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أو أشياء إلها علاقة ببعض القضايا زي الاستراد والتصدير وحتى على مستوى الدراس الجامعية بتكون الأمور ممتازة وبيستفيدوا برضو التجار في عمليات الاستراد والتصدير طبعا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم 28 اللي هو بكرة في تمام الساعة 7 و17 دقيقة صباحا وحتى تمام الساعة 33 دقيقة بعد العصر لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت عمر القمر القمر الأحدى بعشر أيام في تمام الساعة 21 و25 دقيقة ظهرا بيصير 11 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم هاي طبعا فيها إشي جديد رح نضيف عليه بس عشان تعرفوا أنه الفلك يعني مش أمر هين ومش مثل ما البعض بيحاولوا يروجولوا أنه عندهم معلومات وهم عندهم مش إشي على أنه إحنا لما حقولنا هم حافظين مش فاهمين أنا قاصد الإشي اللي أنا بحكيه حابب اليوم أدخل هيك بشغلة إلها علاقة بالدرجات العشرية لتواجد الكواكب في كل برد شو بتعني يعني لحالها هاي غير الزوايا الفلكية بتعرفوا أنتو الوضع العام شو أسبابه غير الزوايا ليش العالم بالفترة هاي شوي بركز على النقاط هاي وراح نركز عليها بس هيك مرورا فعشان هيك أول إشي بنحكي عن الشمس اللي موجودي في الميزان حتى يوم 22 عشرة مزاجها سعيد بنسبة 40% ولكن في ساعات الصباح رح تهبط نسبة الحضوض تبعتها لنسبة 14% طبعا هو على الدرجة اللي إحنا بنسميها الدرجة القاتلة اللي هي أساسا بتجيب العنف بتجيب الحدية بتجيب عدم الرحمة في قلوب بعض الأشخاص فعشان هيك بتكون ردات الفعل عنيفة جدا وخصوصا في بعض المناطق بتصير دموية أما بالنسبة للقمر في الدلو حتى يوم 28 تسعة المزاج منتحس حتى ساعات المساء نسبة الانتحاسة هي 35% ولكن في ساعات المساء بصير الجو سعيد فهو الخمر رح يتواجد على درجات إلها علاقة بالعبقرية والقدرة على التحليل والذكاء الخارق جدا لتجاوز صعب ممكن صعب أنك أنت تتجاوزها بالدرجات العادية أما بالنسبة لعطارد هو في الميزان ورح ينتقل للعقرب حتى يوم 14 مزاجه منتحس بنسبة 40% هذا اليوم وهي لها برضو علاقة بالموت العنيف لأنه هي أول الدرجات فعشان هيك بتلاقي أنه برضو الحدية ظهرت هون الدموية ظهرت عدم الرحمة ظهرت وبرضو في أشياء لها علاقة بالأشياء المفاجئة بما أنه عطارد فهو إشي بيجي بشكل الصد فيه أم مش الصد فيه حتى هو يعني بردت فعل سريعة بتأدي لمشاحنة وممكن تصلى عنف ودم مش بسيطة يعني تصلى القتل يعني الزهرة في الأسد حتى يوم 12 مزاجها سعيد بنسبة 40% وهي جاي على درجة رغم سعادتها هي جاي على درجة إلها علاقة بالانتحار وهدم الذات يعني اللي بيظلوا بطاقة سلبية وبدمروا حالهم وبيعيشوا بالوهم وبرضو في نفس اللحظة بيقدروش يطلعوا من العبئ أو الحاجز اللي بيحطوا حالهم فيه إن كان عبئ عاطفي أو عبئ مالي أو يعني من ردات فعل ممكن توصل الواحد لمرحلة إنه هو يدخل بمرحلة اكتئاب عالي جدا أو يصل لمرحلة الانتحار أما بالنسبة للمريخ في الحمل بيتراجع وهاي لحالها تكفي يعني لا يوم 13-11 تراجعوا مع زوايا التربيع مع الكواكب اللي موجودة بالجدي مع بلوتو مع المشتري مع زحل هاي كلها لحالها بدون ما نذكر الدرجة لإيش هي بتدل على إنه فيه إشي العراقة بالمفاجآت وإلو علاقة بالعنف والاغتيالات والشغلات هاي طبعا هو منتحس بالنسبة 40% أما بالنسبة للمشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجه سعيد بالنسبة 15% ولكن برضو هو متواجد على درجة إلها علاقة بالموت العنيف أما بالنسبة إلى زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 تراجعوا في مكانه فعشان هيك منتحس وزاوية التربيع قلنا إلها تأثيراتها بشكل قوي على القرارات السلبية أو اتخاذ قرارات ممكن تكون مخيبة للآمال أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1-2021 منتحس وهاي تيجي بتعزز الأمور اللي إلها علاقة بالاتصال مع المجتمع السوداوي أو المجتمع السلبي أو الأشياء اللي إلها علاقة حتى بالأسحار والأعمال اللي إلها علاقة بالسحر الأسود أو السحر الضار أو القتل أو التحكم بالأشخاص أما بالنسبة لنبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج وهي جاي في منزلة الإغراء ومنزلة الإغراء هاي قلنا لما بصير يتراجع هاي ذكرناها من أول التراجع قلنا أنه بلوتو ونبتون هذول لما بيتراجعوا إلهم علاقة بالإغتصاب والقتل وأمور إلها علاقة بهتك الأعراض أو الاتهامات أو إلها علاقة بترويج إشاعة أو إساءة لبعض الأشخاص إما بسمعتهم أو قذفهم بأعراضهم أو أشياء من هذا القبيل وبلوتو نفس الشيء في الجد بيتراجع حتى يوم 14 وهو منتحس برضو جاي في منزلة الإغراء عشان هيك نبهنا وقلنا أنه حالات الإغتصاب للأطفال في فترة التراجع لنبتون وبلوتو رح تكثر فعشان هيك نبهنا وقلنا أنه ديروا بالك وعلى أطفالك وحاولوا تعرفوا وينهم بروحوا وراقبوهم بشكل جيد لأنه هاي الزاوية عنيفة وإلها علاقة بالموت والعنف وإلها علاقة بالإغراء وإلها علاقة بالأمور هاي فركبوها وقيسوا على الأحداث اللي بتشوفوها أنتوا في المنطقة إيش المجريات اللي صارت في الفترة الماضية بتلاقوا اللي إحنا حكيناه هو اللي صار وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم القمر موجود في البيت العاشر بيتك 11 عفوا فعشان هيك اليوم بتتركز الأمور كلها على أمور إلها علاقة بالأصدقاء بشكل أقوى والمعارف والعلاقات بالنسبة للبيت الأول شوية الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط العصبية اليوم بحدية أعلى العصبية أو ردات فعل أو أذية أو شيء له علاقة بتقلب المزاج أو شيء لإيجاد بعض الأشياء اللي ممكن تطلب منك تفكير جدي وموضوعي بدون عصبية وبدون حدية وبدون تسرع في اتخاذ القرارات بشكل أكبر ممكن تلجأ لبعض الأصدقاء أو لبعض المعارف إما ليشوروا عليك أو لو يساعدوك باتجاه معين أو بشيء معين يكون لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم بتتركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية ممكن اليوم شوي تكون في بعض المصاريف أو العزائم أو الدفعات اللي إلها علاقة إما بأمور بيتية أو عائلية أو أمور إلها علاقة بالاستشفائية يعني المستشفيات أو الأطباء أو المراجعات شوي ممكن تصرف ببذخ حاول أنه تقلل من مصاريفك حتى لو أجتك أرباح أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتساعدك بالاتصالات والتواصل وإنجاز كثير من الأمور خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض الأمور بشكل جيد اللي إلها علاقة بالتواصل والاتصالات وإنجاز كثير من الأمور اللي ممكن تكون صعبة أو فيها بعض الأمور الصعبة كانت في الأيام الماضية اللي عنده امتحانة أو مقابلة اللي بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فبتتركز الأمور على أمور إلها علاقة بالعقارات أو بالبيت أو ممكن يحدث حدث معين أو نقاش حاد أو ممكن شوي تستأمن بعض التصرفات اللي إلها علاقة ببعض الظروف المعاكسة لآراءك ممكن تظهر بعض المتاعب أو القلق على أحد أفراد العائلة أو تنشغل بأمور إلها علاقة إما باجتماع أو لقاء أو عزيمة مثلا شوي تكون مربكة بالنسبة لإلك أما بالنسبة للبيت الخامس عاطفيا الأجواء جيدة شيئا ما ممكن يتعاطف معك بعض الأشخاص أو أنت تتعاطف مع بعض الأشخاص بشكل قوي ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو الدعم في مسألة معينة فيه منك رح يمارس هواية أو أمور فكرية ولكن زي ما حكينا ابعد عن التحكم بالأبناء أو الوالدين أو فرض الرأي أو العصبية أو حتى أنك تنتقد الحبيب حاول أنك تكون واضح بتوجهاتك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء طبعا يعني ممكن تهتم ببعض الأعمال أو يتراكم عندك عمل معين يطلب منك جهد لحله أو ممكن أنك تهتم ببعض الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الأمور من الشمس شوي ممكن تعمل نوع من أنواع المعاكسات أو الخلافات أو النقاشات أو الجدالات ما بينك وبين الشريك تستاء من موقف معين أو من كلمة معينة ولكن الأجواء بتحمل نوع من أنواع المصالحة أو التقارب أو التودد أو المرافقة في أمر ما أما بالنسبة للبيت الثامن فأطارت طبعا حل الآن في البيت الثامن منقدر نحكي من الصباح فرح تتركز جهودك كلها على الأموال المشتركة إما إيجاد حلول لبعض الأمور المالية أو حل مسألة معينة شوي كانت معقدة بالفترة الماضية أو تهتم بتحقيق أمور إلها علاقة بشراكة أو عمل جديد أو تحصل بعض الأشياء اللي إلك عند بعض الأشخاص أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتساعدك بأمور الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة الجامعية أو السفر أو مواضيع أوراق قانونية أو معاملات ممكن يتحالف بعض الأشخاص معاك أو تكثر اتصالاتك زي ما حكينا الأهم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة جامعية بالذات حاول أنك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيخلي فيه نوع من أنواع صعوبة على مستوى أمور إلها علاقة بالسمعة فعشان يكي الهجوم رح يكون شوي في نوع من أنواع الحدية لدى البعض لأنه الهجوم رح يمس السمعة أو رح يأذيهم أو اتهامات أو أشياء إلها علاقة بتشويه السمعة حاولوا إنكوا تدافعوا عن سمعتكم خلال هذا اليوم تعززوا من علاقاتكم من معارفكم حلفائكم حاول تجدوا الحلول بدون ما تعصبوا تندفع يعني بتروي بتنحل الأمور بتروي وبهدوء فيه منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو مع زملاءه بالعمل أو رؤساءه بالعمل وممكن تكون النتائج إيجابية أو تندعم إيجابيا في بعض النقاط أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا القمر موجود فيه ديروا بالكوا أنه بكرة القمر رح ينتقل لبيت المتاعب فعشان هيك اليوم حاولوا تنجزوا كل الأشياء الضرورية اليوم بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهمش أنك ما تبقى وحيد اخرج للقاء الناس أما بالنسبة لبيتك 12 فقولنا أنه الزاوية رح تتشكل أو القمر رح ينتقل لبيت المتاعب بكرة ولكن اليوم الأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع الضغط شوي هيك بتخلي ما عندك نفس أو ما عندك قابلية لإنجاز بعض الأعمال ركز على أعمالك بشكل جيد إنجز الضروري والمهم حاول ما تخلي أعمالك تتراكم عندك اهتم لصحتك اهتم لتقلبات الصحية اللي ممكن تحدث خلال هذا النهار وبرضو في نفس اللحظة ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة برج الثور طبعا الآن القمر صار موجود في بيت السمعة اه بشوية الأمور رح تتركز على العمل على المال على بعض الحلول اللي رح تهتم فيها بشكل كبير ورح تحقق نتائج منها ولكن رح تضغطك على أبواب أخرى لها علاقة بالتنقلات والاتصالات والعصبية أمور العاطفية أمورك مع الشريك شوي هي رح تكون حادة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأورانوس اليوم رح يحدث بعض التقلبات بالمزاج أو الحدية بالمزاج وخصوصا لما وليد آخر العشرية الأولى أول العشرية الثانية ولكن هي العشرية الأولى أكثر المتضررين هذولا بدهم يضبطوا أعصابهم من تقلبات المزاج أو التشاؤمية في بعض اللحظات أو شوية سوداوية أو الحزن أو الاكتئاب أو الضغط النفسي فعشان هيك يبدهم يشحنوا حالهم بطاقة إيجابية ويبتعدوا عن أي شيء ممكن يعكر مزاجهم أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم الاهتمامات رح تكون على المستوى المالي بشكل جيد فمنكم رح يحصل بعض مكاسب مالية أو اهتمامات مالية أو رح يهتم بأمور إلها علاقة بالعمل الإضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أهم شيء تقليل من المصاريف أو المصاريف اللي ما إلها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث احذر من العصبية وأثناء تحركاتك تنقلاتك ركز بشكل جيد ما في داعي أنك أنت تتسرع اليوم في بعض الأمور قصوصا إذا كان عندك مقابلة أو امتحان أو سفرية قصيرة بدك تكون من تبيه أما بالنسبة للبيت الرابع بتتعزز نقاط إلها علاقة بالبيت فممكن تفكروا ببعض الحلول المنزلية أو البيتية أو العائلية أو مشتريات تصليحات ترميمات أشياء من هذا القبيل ممكن تهتموا فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء المستوى العاطفي فيها نوع من أنواع التوتر والحدية خلال هذا اليوم فممكن تستاء من تصرف أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو ممكن كلمة تجرحك أو ممكن أنت يتقلب المزاج عندك هيك وتكون حساسة زيادة عن اللزوم ما تبالغ بحضوظك ولا تجازف بأمور إلها علاقة بالملذات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء رح تركز على أمور إلها علاقة بالعمل اليوم الأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن أشخاص تعاونك أو تساعدك في مسائل إلها علاقة بالعمل وتنجزها وتحققها في منك رح يهتم بوضع صحي أو مراجعات طبية طبعا الأجواء مساعدة اليوم إما لإيجاد العلاج أو للتحسن أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتركز من عطارة اللي رح ينتقل في ساعات الصباح لبيت الشراكة رح يعزز نقاط إلها علاقة بتدعيم الشراكة ما بينك وبين الشريك أو تواصل ما بينك وبين شريك سابق إمكان مال أو عاطفة أو إيجاد بعض الحلول اللي عنده أمور قضائية بالفترة القادمة مع انتقال عطارة رح يعزز ثقتك بالنفس أو إيجاد حلول قضائية لهاي الأمور أو مصالحات على مستوى الشراكة أما بالنسبة للبيت الثامن رح تتركز الأمور على الأموال المشتركة فمنك رح يحصل بعض المكاسب اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أو مكاسب أو مستردات يعني يسترد أموال لإله أو حقوق لإله أو يدافع عن حق أو يطالب بأموال إله يعني أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة أو الديون أو القروض أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن في نقطة أهساسية لازم تهتموا لهذا عندكم امتحان جامعي أو دورة أو لغة جديدة أو إشي ثقافي جديد حاول ما تفرض رأيك على الغير يعني بمعنى أنه أنت اللي عندك الحق والكل غلطان أو أنت اللي عندك الصواب وهم مش فاهمين إشي فعشان هيك يبدأك تركز بشكل جيد الفترة هاي إن إذا عندك امتحان جامعي يبدأك تدرس وتستعد وإذا كان عندك مقابلة أو دورة رأحاول إنك تركز الأجواء بتدعمك في بعض النقاط ولكن التسرع ممكن ينحسب عليك سلبي أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا يتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية فترة فيها نوع من أنواع صعوبة أما بالنسبة لبيتك 11 فهي بتعزز من علاة وقاتك خصوصا مع الأصدقاء فممكن تنجز بعض الأشياء المهمة اليوم أو أمور إلها علاقة بمناسبة أو يتوجه لك دعوة لحضور مناسبة مثلا أو دعوة أو يكون فيه تواصل ما بينك وبين الأصدقاء بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بنقول لك حاول إنك أنت شوي تبعد عن الأماكن المحتدة أو الأماكن اللي فيها عنف حاول إنك تتركز على معارفك والناس اللي حواليك ما تؤمن لهم بشكل قوي لأنه ممكن إنه يكون عدو متخفي بصداقة فيأذيك أكثر فعشانك بدك تكون حذر بتعاملاتك إنجز أعمالك ما تأمن على حد ينجز الأعمال عنك بدون ما تدقق فيها أحاول إنك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات وممكن تحمل هاي الفترة نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الجوزاء طبعا اليوم الحركة والنشاط هي اللي راح تكون السمة الأكبر الغالبة عليكو عشان هيك اليوم أنتو مشحونين بطاقة عالية جدا ورغبة في إنجاز كثير من الأمور والاتصالات والحوارات بالنسبة للبيت الأول طبعا ما في أي تأثير للكواكب لأنه ما في عندك أي كواكب موجودة ولكن أن كل القمر موجود في البيت التاسع لحالها هاي بتشحنك بطاقة إيجابية وقدرة على التحرك والاتصالات ولكن بتخليك عنيد وما تسمعش الكلام أو ما تسمعش النصيحة يعني بمعنى آخر تعند على رأيك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتعزز بعض نقاط القوة اللي إلها علاقة بالأمور المالية فمنكو راح يحصل بعض المكاسب من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن في مصاريف فجائية راح تظهر أو رغم منك لصرف الفلوس انتبه على فلوسك من السرقة والضياع أو المصاريف اللي ما إلها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بعزز نقاط قوة بالأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والامتحانات وأمور التنقلات أهم شيء أثناء حركتك أثناء تنقلاتك أثناء اتصالاتك بدك تكون حذر يعني وانت بتتحرك حتى لو مشي على الأقدام انتبه من أنه رجلك تضرب في شيء أو تتفركش أو صحلك إصابة بأثناء عملك أو أثناء قيادتك للسيارة من الحوادث أثناء الامتحانات من يعني التسرع بالإيجابي فتكون الأجوبة شوي صعبة أو العصبية وتقلب بالمزاج حاول تستغل الإيجابيات لأنه الإيجابيات قوية يعني عندك قدرة على الإقناع عالي ولكن بدون ما تتعند بالرأي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن يصير فيه قلق معين أو تواصل أو خلاف أو نقاش أو حدية أو إنزعاج من تصرف أحد أفراد العائلة بدك تحذر أنك ما تفاقم الأمور وما تحتد كثير يعني حاول أنك تكون متوازن بالأمور بحكمتك وفطنتك ممكن تتجاوز الصعب أما بالنسبة للبيت الخامس اللاجواء العاطفية قوية جدا خلال هذا النهار فهي بتعزز نقاط قوة بالتلاقي مع الأحبة أو تعاطف بعض الأشخاص معاك أو ممارسة هواية معينة في منك رح ينجز بعض الأمور اللي إلها علاقة إما بالتجميل أو الاهتمام بلباس معين أو شراء هندام معين أو أمور إلها علاقة بالتواصل العاطفي ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا عطارد من ساعات الصباح رح ينتقل للبيت السادس بعزز نقاط قوة إلها علاقة بالعمل وقدرتك على الإنجاز لبعض الأعمال وشيء إلو علاقة إما باستيعاب فكرة معينة أو عمل جديد أو قدرتك على تحقيق يعني أشياء مميزة إلها علاقة بالعمل ولكن زي ما حكينا انتبه على جهازك العصبي والحركي من الإصابات أما بالنسبة للبيت السابع فهي بتعزز نقاط قوة إلها علاقة بالشراكة فبتوطد العلاقة ما بينك وبين الشريك وبتعمل تقارب جيد فممكن تنجزوا بعض الأمور إن اتفقتم على حلها ولكن الأهم ما تتصرعوا في اتخاذ القرارات يعني شوي ما بتكو تحتدوا ما بتكو تعصبوا ما بتكو تأثيروا المشاكل أو الخلافات ما بينكم خلي فيه نوع من أنواع الاتفاق أو المرونة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتساعد بأمور إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تحتم بسداد أو ترتيب وضع مالي أو البدء ببرنامج ادخاري أو إيشي له علاقة بالمنافسات المالية أو إيشي له علاقة بتطوير وضع مالي تجاري أو إيشي بالأسهم بالمال بالمضاربات المالية ولكن ما تغامر بشكل كبير عشان ما يصير خسارة حاول أنك تتحقق من النتائج بشكل قوي حاول تدرسها وتستشير أهل الاقتصاص قبل ما تقدم على هذه المرحلة وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياء أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو بتشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيطك وبتحيط بحياتك هذا شيء جميل أهمش أنك تعزز العلاقات العاطفية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصادي أما بالنسبة للبيت العاشر فاليوم بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة خلي في نوع من أنواع التوازن عندك وقدرة على الحوار وخصوصا مع العلاقات والمعارف دير بالك أثناء عملك خلي حوارك جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وإنجز المطلوب منك بدون مبالغات أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا إلها علاقة بالأصدقاء بتعزز أمور إلها علاقة بالأصدقاء أو الاندفاع في مسائل إلها علاقة بالأصدقاء أهم إيش أنك ما تنجر وتتهور ويغرروا فيك ويخلك تندفع بالاتجاه الخطأ غامر ما في أي مشكلة تواصل مع أصدقائك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء ولكن بدون غلط أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا من أورانوس تحدث بعض المفاجآت على مستوى العمل أو على مستوى الصحة أو على مستوى صحة أحد الأحبة فبدك تكون حذر من هاي النقاط اللي إحنا ذكر ماها برج السرطان طبعا اليوم القمر في البيت الثامن لإلكم فعشان هيك الأجواء خفت شوي بصير التركيز شوي على الأمور المالية أكثر ولكن بتكون تقللوا من مصاريفكم إن فعالاتكم تقلب المزاج والحدية بالطباع قدر الإمكان بالنسبة للبيت الأول ما في أي تأثيرات للكواكب فعشان هيك إحنا منقول إنه الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو التقلب بالمزاج أو ممكن موضوع معين يستفزك أو يثير حفيتك فعشان هيك بدك تنتبه لتقلبات المزاج وردات الفعل السريعة أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم رح تنشط بأمور إلها علاقة بالمال إما بتحصلوا مكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم يعني في أشياء إيجابية بتعزز نقاط قوة إلها علاقة بالمال ومكاسب المال أو إدارة المال يعني الأجواء دعمتك بشكل قوي إن أحسنت إدارتها أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بتساعدك على أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والتواصل بقوة ولكن عصبيتك في بعض الأوقات ممكن تخرب عليك بعض الأشياء حاول ما تحتد وما تعصب إنجز الأعمال الضرورية والمهمة من تواصل ونقاش خلي نقاشك واضح خليك مباشر بالكلام بدون ما يعني عشان ما تنفهم بشكل غلط أثناء تنقلاتك برضو بدك تنتبه أثناء تحركاتك برضو أثناء امتحاناتك حاول تدرس وتستعد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء اليوم بتساعدك على تعزيز العلاقة المنزلية أو البيتية أو تهتم بموضوع إلو علاقة بالبيت أكثر ممكن يكون في مناسبة أو حدث معين أو اجتماع أو إنجاز بعض الأمور الضرورية والمهمة لإلها علاقة بالبيت أو بأفراد العائلة أهم إنك تبتعد عن النقاشات الحادة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتساعدك على الأمور العاطفية شيئا ما يعني بتقدر تتواصل مع الحبيب أو يصير فيه نوع من أنواع التفاهم ما بينكم بتعطيك قدرة على إنجاز لكثير من الأمور وخصوصا أنه عطارد رح يدعمك وخصوصا العشرية الأولى على توطيب العلاقة أو المصالحة أو علاقة عاطفية جديدة أو يعني شيء له علاقة بالتواصل الجيد ما بينك وبين الحبيب أو إثبات الذات ولكن بدون فرض السلطة وبدون التحكم الجزء الآخر ممكن أنه يهتم بالتواصل مع الأبناء أو الوالدين ولكن زي ما حكينا بدون فرض الرأي أهم إشي وتكون واضح بطرحات أما بالنسبة للبيت السادس فهنا اليوم الاهتمام رح يكون على مسائل إلها علاقة بالعمل فممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ممكن يساعدوك بعض الأشخاص في إنجاز أعمال صعب كان إنك تنجزها بالفترة الماضية فيمنك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور الصحية أو مراجعات طبية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالشراكة ولكن بدك تحذر خصوصا موليد العشرية الثالثة أكثر ناس بدون يحذروا من الخلافات والنقاشات الحدي ما بينهم وبين شركائهم بالمال أو العاطفة أو إثارة المتاعب أو النقاشات أو مواضيع قديمة تثار فهاي يثير حساسيتكم فيكون انفجار أو يكون في حدية عالية جدا بالطبع ضبط الأعصاب مطلوب والحوارات البسيطة أو اللطيفة بتخلي العلاقة تستمر والدوم وبتبعد عن أي مشاحنات أو مشاكل منتظرة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلافات والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي بشكل قوي أما بالنسبة للبيت التاسع اللي عنده سفر أو عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد الأجواء ماشي بتساعدك في بعض النقاط من نبتون ولكن نبتون ممكن يغرر فيك يعني يعطيك وهم أنه أنت عندك القدرة على شيء ولكن بالمقابل تجد صعوبة إما بالفهم أو بالحفظ أو حتى بترجمة الشيء اللي موجود بداخلك عشان هيك بدك تعيد المحاولة أكثر من مرة في أمور السفر انتبه دائما لحجزك لأوراقك معاملاتك الأشياء اللي بتأخذها معك بالسفر وانتبه أثناء قيادتك للسيارة أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا المريخ بضغط على بيت السمعة فعشان هيك منقول أنه لموليد العشرية الثاني انتبهوا من أي مغامرة أو مجازفة أو أصدقاء أو معارف ممكن يغرروا فيك فيشوه سمعتك حاول أنك تبعد عن أي شيء بشوه السمعة من مغامرات أو مجازفات أو مخالفة للقوانين برضو على مستوى العمل ديروا بالكم ما في داعي للخلافات أو الحدية بالطباع أثناء التعامل مع زملائكم أو رؤساءكم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيجيب لك أشياء مفاجئة على مستوى الأصدقاء فممكن لقاء أو تعارف أو ممكن حفل أو مناسبة أو زيارة تنهمك بأمور إلها علاقة بالأصدقاء إما لمساعدتهم أو هم يبادروا لمساعدتك فعشان هيك بتطلب منك الحيطة والحذر واللطاف في أثناء الحديث عشان تكسب الأطراف أما بالنسبة لبيتك 12 فما في أي تأثيرات للكواكب في بيت المتاعب فعشان هيك منقول لك يعني بس إنه إنجز الأعمال الضرورية والمهمة اهتم بصحتك بغذائك براحتك إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك الفترة هاي ممكن تحمل قلق على أحد المعارف أو على أحد أفراد العائلة برج الأسد طبعا القمر مقابلكم تماما هو بعزز نقاط من جهة ولكن إنه شوي بيضعف الطاقة فبيخلي ما في عندك طاقة أو طاقتك ضعيف شوي بتطلب منك التركيز بشكل قوي على أمور إلها علاقة بالصحة إلها علاقة بعدم الدخول في موجات الاكتئاب أو الانفراد مع النفس أو مع الذات فاختلطوا بالمجتمع قدر الإمكان وإطلعوا من الضغوطات هاي اللي أنتوا عايشين فيها على أساس أنه تغيروا الأجواء بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الأول فطبعا الزهرة موجودة بتعزز نقاط قوة عندك أو الاهتمام بالذات وبتشحنك بطاقة قوية جدا فعشان هيك عندك رغب اليوم بإنجاز كثير من الأمور برضو في نوع من أنواع المؤازرة أو الدعم راح تكون لإلك وتعاطف بعض الأشخاص معاك وممكن يعني يساعدوك في بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا الأمور شوي ضاغطة على الأمور المالية فعشان هيك اليوم بتسبب لك عبء أو ضغط أو مطالبات أو التزامات أو شوي مصاريف زيادة إما المصاريف هي بتكون على شيء شخصي أو شيء له علاقة بالبيت أو عمل أو استشفاء يعني هنا المصاريف راح تتركز خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواب تساعدك اليوم بالتنقلات والاتصالات والحوارات والتواصل عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على إصال المعلومة ولكن بدك تحذر أنك أنت تبادر بشيء بدون حقائق ووثائق يعني بمعنى آخر بدك تراجح حالك أكثر من مرة وتتأكد من المعطيات اللي بين إيديك يبل ما أنك تدخل بأي مواجهة حاول أنك تضبط عصابك ما في داعي للإنفعال أو لردات الفعل السلبية أو العصبية إذا عندك امتحان أو عندك مقابلة الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة ولكن تتطلب منك نوع من أنواع التركيز وعدم التسرع بالإجابات انتبه برضو أثناء قيادتك للسيارة أما بالنسبة لأمور الاتصالات والمواصلات فهي جيدة وفي منك راح يهتم بأمور إما لا سيارة أو صيانة أو تليفون أو أجهزة إلكترونية أو أشياء من هذا القبيل إما مشترى أو تصليح أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء طبعا من ساعة الصباح بتصير قوية وداعمة من وجود عطارد اللي راح يستعزز نقاط قوة بالتواصل أو الاتصالات العائلية أو تحالف العائل معك أو دعم بيجيك من أحد أفراد العائل مثلا أو حل خلاف معين أو لقاء عائلي بيكون قوي ولمصلحتك فيه يعني الأجواء العائلية بتبلش تمشي بالاتجاه الصحيح أو باتجاه داعم لإلك بس أهم شيء أنك ماثير الخلافات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة وبل ممتازة خلال هذا اليوم بتعزز نقاط التواصل أو الاتصالات العاطفية أو التواصل مع الحبيب وممكن تنجز بعض الأشياء الإيجابية أو تهتم بيشؤون أحد الأحبة أو أمور إلها علاقة بهواية أو أحد أفراد العائلة أو الوالدين أو الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهنا الأمور بتركز على متاعب إلها علاقة بالعمل فيا بتراكم عندك عمل يا بتكون قلق من مسألة إلها علاقة بالعمل تطلب منك أنك أنت تفكر فيها أو تستشير بعض الأخصائيين أو الاختصاصيين اللي ممكن يشوروا عليك أو يساعدوك في هاي المسائل بدون ما تندفع وتتهور وتعصب وتنيل الدنيا حاول أنك تكون مرن أهل الاختصاص اسمع النصيحة وخذ فيها برضو انتبه على التقلبات الصحية اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا اليوم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر أهمش أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الثامن فهو يعني شوي بضغطك على أمور إلها علاقة بالمستحقات ممكن إلك أموال بتتعطل أو بتحاول الطالب بحقوق لا إلك ما تمشي ممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع الاهتمام بأمور أموال الغير يعني دعم معين أو حلول لبعض القضايا المالية أو حقوق بعض الأشخاص بتحاول أنك تتعامل فيها أو حتى غرامات أو مسائل قانونية مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بنقول للأشخاص اللي عندهم اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو مع أجانب أو زملاء في الجامعات أو مع مدرسين بالجامعات انتبهوا من أي مشاكل ممكن تصير على كل اللي ذكرناه حتى بأمور السفر يعني اللي عنده سفر بده يتفقد أوراقه أغراضه معاملاته اللي عنده اتصالات مع أشخاص خارج البلاد يكون حذر جداً أنه ما يفقد السيطرة يعني بده يركز بشكل جيد يمتص غضبه ما يخلي تقلبات المزاج عنده هي اللي تأثر عليه بشكل كبير حتى لو حاولوا أنهم يستفزوك أو المعلومات كانت صادمة بالنسبة لألك اللي عنده امتحان أو مقابلة لأجواء جيدة وبتساعدك بقوة وممكن تنجز امتحانات بشكل قوي أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنحكي عن بيت السمعة اللي أورانوس بيحدث مفاجآت لها علاقة بالسمعة فعشان هيك ديروا بالك أورانوس يا إيجابي يا سلبي يا بدعمك وبرفعك وبيجيب لك منصب ورفعة يا إما بيجيب هجوم عليك يشوه سمعتك وفي نفس اللحظة اتهامات وممكن تشوه أعمالك وسمعتك أو تعمل خلاف كبير ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل فعشان هيك بدك تكون حذر أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فاليوم تنشطوا بأمور إلها علاقة بالتواصل والاتصالات واللقاءات وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء وتكون يعني فيها نوع من أنواع الفائدة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب ما فيه أي تأثيرات للكواكب فعشان هيك منقول فقط إنجز الأعمال الضرورية والمهمة بدون ما ترهق حالك لأنه البيت السابع ضاغط فعشان هيك ما فيه داعي لأنك تجهد نفسك يعني اعمل الأعمال الضرورية والمهمة برضو راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أو تستشير أخصائي ممكن تحمل برضو قلق على صحة أحد الأحبة أو اهتمام بشؤون صحية لأحد الأحبة برج العذراء طبعا القمر تحرك من البيت الخامس الآن صار موجود في البيت السادس بيت العمل والصحة وبرضو في نفس اللحظة اليوم راح تنشطوا ببعض الأمور أو الحلول المالية أو نشاطات لتطوير وضع مالي أو حل مسألة مالية أو عائلية أو صحية بالنسبة للبيت الأول طبعا الزهرة لسه موجودة في البيت 12 ما انتقلت للبيت الأول فعشان هيك أنت شخصيتك روتينية متقلب بالمزاج كثير من الأحداث بتصير معك مفاجئة ممكن تنكد عليك أو تعكن المزاجك أو تعمل خلافات أو صدامات معك ومع ذاتك يعني مش مع الغير وهذا الإشي ممكن ينعكس على الغير إن ما سيطرت على إنفعلاتك وتقلبات المزاج أو التشاؤمية في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وابتدعمك من الشمس على الأمور المالية وبرضو وجود القمر في مكانه بساعدك على تحصيل بعض المكاسب أو دعم أو مستردات هبات تعويضات أمور إلها علاقة لبعض الحلول أو الحقوق من عمل إضافي ممكن تحصل اليوم مكاسب مالية أهم شي إنك تتحرك بهذا الاتجاه وأهم شي إنك برضو ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتعزز نقاط إلها علاقة بالاتصالات والتواصل وخصوصا مع انتقال عطارد رح تشعروا إنه عندك نشاط عالي وانشحنته بطاقة عالية جدا بتعزز نقاط قوة وثقة بالنفس وقدرة على إيصال المعلومة سرعة البديهة عندك عالية وقدرتك على الإقناع عالية بتكون أهم مش إنك تركز بالتوجيه للكلمة وممكن برضو تحل بعض الأمور بشكل قوي جدا إلها علاقة بالامتحانات أو سيارة أو أمور إلها علاقة بأجهزة الاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء بتساعدك في أمور إلها علاقة بالبيت بشكل قوي فممكن تهتم بعض الأعمال المنزلية أو العائلية أو تهتم بإنجاز بعض الأمور اللي بتطلب تعاون ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تظهر بعض النقاشات أو الحوارات اللي بتطلب منك بس إنك تكون مرن وتعرف كيف تحلها والأجواء تقريبا يعني ممكن تحمل لك خبر مفاجئ اليوم إلى علاقة إما بالبيت أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء يعني نزلت شوي فاليوم في حدية في عصبية في حساسية عالية أو استياء من تصرف الحبيب أو إهماله أو تقاعصه أو مخالفتك بالرأي فعشان هيك ممكن تحتد على الحبيب أو حتى على أحد الأبناء أو الوالدين حاول أنك ما تفرض رأيك بعنف وقسوة وخصوصا موليد العشرية الثالثة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتعزز نقاط قوة إلها علاقة بالعمل فاليوم شوي ممكن يبدأ بالبداية العمل يتراكم عندك تدريجيا ولكن ممكن يساعدك بعض الأشخاص أو الزملاء في إنجاز هاي الأعمال وإنكرارة المحاولة بتحلها إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم يعني ما تحمل أكثر من عمل مع بعض وتهمل إنجاز الأعمال فتتراكم الأعمال عندك كون أكثر تنظيم وأحسن إدارة وقتك اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالشراكة ولكن برضو ممكن تظهر بعض النقاشات أو الحوارات أو سوء التفاهم ما بينك وبين شريك المال أو العاطفة اللي هم الأزواج فحاول إنك تكون مرن في حلها أما بالنسبة للبيت الثامن اليوم ممكن تندفع أو تتهور بقرار إلو علاقة بالوضع المالي المشترك يعني أموال الغير إما بصفقة أو بتجارة أو بمغامرة مالية أو بمغامرة في عمل شوي تكون يعني فيها مجازفة أو تهور عشان هي قبل ما تخطي أي خطوة راجع البيانات وراجع المعلومات تحقق من كل معلومة ادرسها بشكل صح عشان تكون النتائج إيجابية والصالحة ما تكون نتائج مفاجئة وسلبية يعني ما في داعي للمغامرات بالأمور المالية المشتركة برضو الفترة هاي بتحمل للبعض أمور إلها علاقة إما بالغرامة المالية أو أمور إلها علاقة بالقضايا المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتجيب لك أخبار من خارج البلاد أو من التواصل مع أجانب أو فكرة أو موضوع أهمش إنك ما تتسرع بردة الفعل ممكن الأخبار هاي تكون إيجابية أو سلبية لأنه هذا أورانوس ما بنحذر عليه إيش اللي رح يعطيه خلال هذا اليوم فهو بما إنه بتراجع وسلبي فالأرجح إنه في شيء إله علاقة بأشياء إما تعطيل أمور إلها علاقة بالسفر أو تراكم أمور إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات الجامعية أو حل بعض المعاملات يعني بمعنى آخر بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ما في أي تأثيرات فممكن أنه اليوم يصير فيه تعاون جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أو تنجز بعض الأمور بشكل قوي ما بينك وبين أشخاص وممكن ينظروا لك يعني رؤسائك بالعمل بعين الإعجاب أو التقدير أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى علاقتك مع الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو يعاونوك أو تعاونهم في مسألة معينة أو تدعمهم بطريقتك أو على حسب قدراتك أو هم اللي يبادروا بهذا الأمر وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتكون في عزومة أو وليمة أو عندك أو عند شخص من معارفك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما زالت الزهرة موجودة وهي بتدعمك شوي بتحمي ظهرك من بعض المحتالين أو الناس اللي بتآمروا عليك بتخليك تنجز بعض الأعمال حتى لو كانت بصعوبة مع تكرار المحاولة بتنجزها في منك برضو باهتم بشؤون صحية يعني بتصير تقلبات ولكن سرعان ما بتماثل للشفاء يعني الأجواء بس بتعمل تقلباتيك نوع من أنواع التنغيص الزهرة بتساعدك ولكن الأوضاع الأخرى ضاغطة الفترة هاي برضو ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة أو تخليك تهتم بشؤون أحد الأحبة برج الميزان طبعا أول شيء الأجواء اليوم أحسن من الأيام الماضية بالعكس يعني اليوم دعمي إلك بقوة وعندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور والاهتمامات رح تكون على أكثر من مستوى الأغلب رح يكون على المستوى العاطفي وعلى مستوى التواصل مع الأحبة أو أشياء ممكن شوي تكون بحاجة لنوع من أنواع الحظوظ أو الدعم لا إلك بالنسبة للبيت الأول طبعا الأجواء رح تكون جيد شيئا ما تدعمك بقوة نفسيتك أحسن مرتاح من بعض الأمور في بعض الضغوط خفت عليك شوي برضو عندك ثقة عالية بالنفس وبتقدر أنت من خلالها أنك تحقق كثير من الإنجازات خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء مع الصباح مع وصول العطارد ممكن ما تكون بالشكل المناسب أو القوي لا إلك على الوضع المالي ولكن في منكم ممكن يحصل بعض الأمور المالية أو يهتم ببعض الأشياء اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن يحصل بعض المكاسب أو الأرباح أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو حتى ممكن هدية ولكن الأهم أنك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وحتى تعطيك سرعة بديهة أقوى ممكن توصل المعلومة بسهولة ممكن تهتم بأمور حتى إلها علاقة بالدراسة أو المطالعة أو الاهتمام بهواي ما وممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات أو بالسيارات أكثر اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم رح يكون الأنسب والأفضل إلو لمصلحته بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الشوي إلها علاقة بنوع من أنواع الضغوطات اللي ممكن تيجي على مستوى العيلة أو حدث أو خبر أو ممكن التزام معين أو نقاش معين بيجي ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو ما بين العائلة ككل يعني كمجموعة أو كعيلة كاملة أهم شيء أنه بالفترة هاي أنك تحاول تلتزم الصمت أو تبعد شوي عن الحدية والعصبية وما تنفعل وخصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدهم يكونوا حذرين أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر موجود فيه فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية بتستعيد شراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولا تكرار المحاولات أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل بتحذر بشكل بسيط من تراكم بعض الأعمال أو إهمال عمل ما بدون إتمامه يعني حاول أنك تجتهد شوي أو تخلي حد أو أحد الزملاء أو المساعدين أو اللي بتمون عليهم أنهم هم ينجزوا عنك بعض الأعمال ولكن الوجب عليك تشييك عليها لتأكد من إنها كاملة وصحيحة بالنسبة للوضع الصحي في منك ورح يشعر ببعض التقلبات الصحية أو الإهتمامات الصحية ما رح تكون خطيرة وأهم إشي إنك ما تخلي الوسواس والإنفعال يسيطر عليك أكثر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ضاغطة شوي بس اليوم ألطف من الأيام الماضية بطريقة التعامل ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج ممكن يصير استياء يعني ممكن يصير استياء أو ردة فعل أو يعني تزعل من إهمال أو تقصير الزوج أو من كلمة ما ولكن سرعان ما بتتجاوزها خلال هذا اليوم لأن الأجواء عندك عاطفية أكثر فممكن الحساسية هي اللي تأثر عليك أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا أورانوس بيجيب مفاجآت المفاجآت هي رايح تكون على مستوى الأموال المشتركة عشان هيك منطل أو بتطلب منك اليوم ما تبالغ كثير وما تغامر على مستوى الأموال المشتركة حاول تنتبه من بعض المحتالين أو النصابين أو على فقدان أو سرقة أو ضياع بعض مقتنياتك إذا كان في قضية إلها علاقة بالشؤون المالية تحديدا زي نفقة أو ميراث أو ضريبة أو تأمين بدك تهتم فيها على أكمل وجه احذر من بعض المفاجآت اللي راح تكون على المستوى المالي اللي ممكن أنها تكون مصاريف بيتية أو استشفائية أو أي شيء العلاقة بالقضاء أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما في أي تأثيرات للكواكب ولكن وجود القمر في مكان قوي جدا بالنسبة لإلك هذا يعزز من اتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وحتى على مستوى الامتحانات الجامعية أو على مستوى أمور إلها علاقة بتنفيذ بعض الأوراق أو يعني إتمام بعض الأوراق القانونية أو المعاملات حتى على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر يعني ممكن تفتح مجالات جيدة لبعض الأشخاص أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة برضو خالي من أي تأثيرات للكواكب يعني بمعنى آخر إنجز أعمالك وإهتم بعلاقاتك ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل عشان الأمور تدعمك بشكل أقوى أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الصداقات والعلاقات وهي بتعزز من علاقاتك بشكل قوي فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو التواصل معهم أو هم يتواصلوا معك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما في أي تأثير للكواكب فيه ولكن هو بظل بيت متاعب عشان هيك منقولك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول أنك ما تهم الأعمالك وما تخليها تتراكم وبرضو انتبه لغباءك ولا صحتك إن شعرت بشيء غير اعتيادة راجع طبيبك ما تترك الوسواس يسيطر عليك أو الأوهام ممكن تقلق بشأن صحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لا إلك برج العقرب طبعا بالنسبة للقمر يعني في بيت الرابع لا إلك لغاية بكرة الأجواء بتصير أحسن وأقوى يعني عشان هيك الاهتمامات رح تكون إلها علاقة في البيت بالعائلة باهتمامات داخلية بمصاريف أغلب اليوم بالنسبة للبيت الأول يعني تقريبا نقدر نحكي إن الأجواء شيئا ما بتكون ضاغطة بسبب التربيع مع برجك يعني شوي متقلب أو متخوف أو شوي منزعج من بعض المسائل حسسيتك عالي جدا ردت فعلك شوي بتكون متوترة أهم إشي إنك تكون واضح بطرحك في أي موضوع أو في أي نقاش أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني تفتح لك بعض المجالات على المستوى المالي ممكن تحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية ممكن شوي يعني تجيك فرصة لعمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم الأهم إنك أنت برضو ما تبالغ بمصاريفك يعني يكون حكيم في إدارة الوضع المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي بتخلي مزاجك شوي حساس عشان هيك ردات الفعل بتكون حساسة عندك وبتكون صعبة في بعض الأوقات ممكن تكون بعض العصبية أو الحدية أو الاضطراب في بعض النقاط ممكن ما تكون واضح حتى أو اللي قبالك ما يفهم عليك إيش أنت اللي قصده أو من عصبيتك وردات فعلك فهذا الإشي يسبب لك نوع من أنواع المشاكل أو الخلافات حاول توضح طرحك بشكل أفضل وانتبه أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك أثناء امتحاناتك يعني بدك تكون حذر ودرس واستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم ابتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم إيش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الحساسية أو القلق ممكن يكون على أحد الأحبة أو يعني نقاش أو حدية أو ممكن تستاء من تصرف الحبيب خلال هذا اليوم وممكن تقلق على أحد الأحبة اللي هو أحد الأبناء أو الوالدين أو الحبيب نفسه ممكن يعني شوي تجد نوع من أنواع المساعدات ولكن ما رح تكون قوية كثير أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل شوي ضاغطة فممكن مسؤوليات أو اهتمامات أو مسائل الهلاقة بعمل ما فعشان هيك اليوم عندك قدرة أنك تنجز هذه الأعمال وفي مبادرة ممكن تكون من أحد الزملاء أو أحد المعاونين أنه هو يسعى لمساعدتك أو مناصرتك أو دعمك خلال هذا اليوم يعني فيه إنجازات جيدة على مستوى العمل أو أشياء لها علاقة بعمل ما ولكن بدون عصبية وحدية أما بالنسبة للوضع الصحي فالوضع مقلق شوي يعني بيحتاج الرقابة الصحية أو الاهتمام الصحي من وقت لآخر إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا أورانوس أورانوس بحدث مفاجآت والمفاجآت رح تكون على المستوى الشراكي أو علاقتك بالأزواج أو علاقة الأزواج ببعض اليوم الجو مش إيجابي فعشان هيك احذر من أي سوء تفاهم أو ردة فعل أو خلاف أو نقاش حاد ما بينك وبين الشريك يعني ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للإنفعالات ولا للمناقشات الحدي وخصوصا الأشياء اللي بتيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء رح تعزز بعض النقاط القوية على المستوى الأموال المشتركة أو ممكن تحصل بعض المكاسب أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأموال الغير فممكن يعني إما استثمار أو طرح لمشروع أو لدعم معين أو حل مسألة إلها علاقة بالقانون بالقانون المالي تحديدا يعني زي قضية مالية أو حقوقية فعشان هيك الاهتمام رح يكون جيد على كل المستويات ولكن إذا كان موضوع إلو علاقة بالشراكة بتمنى أنك أنت تستشير أهل الاختصاص قبل ما تقدم عليه أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات شيئا ما ممكن شوي يعني ما تركز أو تندفع أو يعني شوي يكون حاد الطباع خصوصا باتصال مع شخص خارج البلاد أو تقلق على شخص خارج البلاد أو موضوع إلو علاقة بسفر أو إلو علاقة بعمل خارجي أو مع المؤسسات الكبيرة أو أوراق أو معاملات قانونية اللي عنده امتحان جامعي أو عنده مناقشة أو مقابل اليوم بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مسائل إلها علاقة إما بعمل جديد أو وظيفة جديدة أو تقديم طلبات أو مقابلات مثلا أو نوع من أنواع التكريم أو الدعم من مكان عملك يعني من زملائك أو رؤسائك بالعمل وفي منكم ممكن يتعرف على أشخاص دون منصب أو إنه شوي ممكن هم يحصلوا على منصب الجديد أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء يعني تقريبا مش كتير قوية رح تكون على مستوى بيت الأصدقاء يعني لقاءات محدودة أو اتصالات محدودة مع ناس مقربين جدا ممكن تستاء من تصرف أحد الأصدقاء أو تنزعج من كلام من صديق معين أو انتقاد أو ممكن تقلق على أحد الأصدقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب والشمس صارت موجودة في بيت متاعبك أساسا فعشان هيك هاي الأمور بتظلها ضاغطة خلال هذا اليوم على مسائل إلها علاقة بالعمل أو ممكن تتوتر بعض الأمور ممكن تحس إنه الشغلة بدها التكرار المحاولة أكثر من مرة لإنجاز بعض الأعمال يعني تواجهك بعض الصعوبات وبرضو على مستوى التقلبات الصحية ممكن إنه تظهر بعض الأشياء اللي منقول لك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج القوس طبعا مكان القمر اليوم قوي جدا فعشان هيك اليوم بشحنكم بطاقة قوية ورغبة بالتنقلات والاتصالات والحوارات وإنجاز كثير من الأمور اللي تعطلت بالفترة الماضية يعني في نوع من أنواع الدعم الإيجابي رح يكون لكم أو إنجاز بعض الأمور اللي رح تكون لصالحكم خلال هذا النهار على مستويات كثيرة على المستوى البيت الأول يعني الأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها إيجابية اليوم ثقتك بنفسك قوية وعندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور مشحون بطاقة عالية جدا فما تسمح لأي شيء إنه ينكد عليك أو يقلب مزاجك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء شوي إلها علاقة بالوضع المالي مش بالقوة زي الفترة الماضية كان فيه بوادر لبعض الأمور المالية اليوم ممكن تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو القلق على وضع مالي ما صحيح إنه فيه أشخاص رح تحصل مكاسب من عمل إضافي ولكن ممكن شوي النفقات تكون أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات فاليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتع بسرعة بديها وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك بتنشط في التنقلات والاتصالات بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في بعض المخاوف أو القلق أو الحدية أو نقاش أو حوار شوي ممكن يكون مزعج فعشان هيك حاول أنك تضبط أعصابك حاول تكون متقرب أو قريب من أفراد العائلة إنجز أعمالك المنزلية حتى ولو كثرت يعني خلي فيه تقارب جيد ما بينك وبين العائلة وما تسمح للأوهام أو للخلافات بأنها تعمل شق ما بينك أو نقاش حد أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا على المستوى العاطفي رغم تواجد المريخ وتراجعه إلا أنه اليوم يعني ممكن تشعر ببعض الإيجابيات اللي تدعمك بشكل قوي ممكن شوي تحس بنوع من أنواع الرغبة لتقرب بالحبيب أو إيجاد بعض الحلول لبعض المسائل أو تراجع عن قرارات سابقة ممكن شوي بعض الموليد يعني يكونوا حادين في الطباع ولكن الأغلب أجواء عاطفية جيدة بتقارب ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين الأبناء أو ما بينك وبين الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور يعني واسعة كثير يعني هذا بيت العمل بيت الصحة فعشان هيك الأجواء اليوم رح تركز على المسألتين من أورانوس ممكن تكون مفاجئة إلها علاقة بعمل أو إلها علاقة بتعطيل عمل أو إلها علاقة بخلاف في مكان العمل يعني شوي بدك تكون حذر المكان والوقت مش مناسب للإهمال فعشان هيك أي شيء بيحدث على مستوى العمل أو الصحة بيكون مفاجئ أو بتشعر إنه غريب حاول إنك تهتم فيه بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على مستوى الشراكي جيدة شيئا ما بتقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفي أو ما بينك وبين الزوج ممكن تنجز بعض الأعمال المشتركة أو تهتم برفق ما أو بمصالح ما أو ممكن بعض الحلول لبعض المسائل اللي كانت صعب إنها تنحل في الأيام الماضي عند قدرة للإقناع والحوار حاول تستغلها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن بتركز على أمور ومصاريف إلها علاقة بالأموال المشتركة أهم شيء إنك ما بتبادر بمشروع أو تتعاطى مع مشروع بدون ما تدرسه وتدرس حيثياته بشكل إيجابي أو تستشير بعض الناس المختصين في هذه المسألة في منكم ممكن يخوض بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمجازفات المالية أو أمور إلها علاقة بفلوس الغير أو بأموال الغير عشان هيك أي شيء العلاقة بتحصيل الأموال أو القضايا المالية أو أمور إلها علاقة بالحقوق المالية حاول تهتم فيها وما تهملها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى رغبة بعضكم بالسفر تحقق الأمور والشروط بشكل جيد وبتدعمهم بقوة في أشخاص رح يهتموا بأمور الدراسة الجامعية والامتحانات ورح تكون برضو الأجواء حليفة ودعمة لإلكوا بقوة وفي منكم رح يهتم بمسائل إلها علاقة إما بدورة أو اهتمام بلغة أو بثقافة يعني زي نوع من المعلومات أو الاطلاع على بعض النقاط يعني الأجواء إيجابية على كل المسائل اللي بتتعلق في البيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء يعني بتركز على بعض النقاط اللي إلها علاقة بتقديم طلبات أو عمل جديد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بتوظيف أو علاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل الأهم إشي أنك ما تشوه سمعتك ما تخوض بأي شيء ممكن يشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تخال في القوانين حاول برضو في نفس اللحظة تدير بالك أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل من إنك تحتد أو تعصب أو تخالفهم بالرأي الفترة هاي مش حليفة وقوية لإلك أصبر شوي لحديث ما زهرة تنتقل وتصير في بيتك العاشر بتصير القوة أكثر ودعميتك بقوة حتى على مستوى عمل جديد أو تنقل من عمل لعمل أو ممكن ترفيع ما أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا شوي من عطارد اللي بدو ينتقل خلال هذا اليوم فعشان هيك اليوم رح يخربط بعض المزاج عندك إما تستاء أو تحتد أو تكثر الاتصالات ما بينك وبين بعض الأصدقاء ما تخلي الخلافات أو النقاشات إنها تسيطر عليك أو تحتد أو تستاء من تصرف أحد الأصدقاء اليوم منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو تواصلهم معهم أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء هنا حليفة ودعمة بقوة فممكن اليوم يعني تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن شوي يعني يتراكم عمل ما فما بنقول لك ما تهمل أعمالك يعني صحيح عندك القدرة بس ما تهمل العمل لأنه تذكر أورانوس اللي حكينا عنه وقلنا إنه شوي بعمل مفاجآت على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة وبيت المتاعب برضو بركز على نفس النقاط فعشان هيك انجز أعمالك واهتم بصحتك وانشعرك بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك لأنه ممكن هاي الفترة يكون فيها قلق إما على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الجدي طبعا بالنسبة للجدي اليوم الاهتمامات تتركز على أمور مالية وأمور عائلية وأمور صحية فعشان هيك المزاج اليوم شوي رح يكون فيه كثير من المسؤوليات أو الارتباطات عندك بالنسبة للبيت الأول طبعا أحسن من الأيام الماضية موليد العشرية الثالثة اللي لسه منزعجين بس لأنه بلوتو وزحل بشكل زوايا سلبية المشتري بيدعم بشكل قوي ولكن برضو التقلبات هاي بتيجي بشكل مفاجئ أو الخلافات بتيجي بشكل مفاجئ أو تتعطل بعض الأمور بشكل مفاجئ حاول أنك تكرر المحاولة أكثر من مرة بتمشي الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء طبعا اليوم رح تركز على الأمور اللي إلها علاقة بالمال فثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي لا تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا نبتن رح يعزز نقاط إلها علاقة بالاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات فما تفقد ثقتك في نفسك وما تخلي الوهم يسيطر عليك عشانك انطلق وتحرك وتكلم ممكن تعزز بعض النقاط بقوة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اليوم بامتحانات أو مقابلات هدولة منقول لك ركز بشكل جيد واستعدلها ودرسلها ما ترتجلها أثناء حركتك وتنقلاتك بالسيارة برضو بدك تكون منتبه أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا اليوم هادية تعمل تواصل جيد أو اهتمام ببعض المسائل العائلية يعني فيها نوع من أنواع التقارب أو الاهتمام بمسألة عائلية أو مشتريات تصلحات ترميمات ممكن في مناسبة أو خبر عائلي أو موضوع هيك إلى أحد المقربين منك بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أهم إشي إنك ما تهمل الأمور العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتعزز نقاط قوية إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات وحتى على مستوى الأمور العاطفية يعني فيه نوع من أنواع الاهتمام العاطف اليوم حاول إنك ما تخلي خلافات مفاجئة تصير إنها تخليك تتقلب بالمزاج أو تحتد وتعصب على الحبيب أو على أحد الأبناء أو أحد الوالدين ضبط الأعصاب مطلوب وحاول إنك تكسب من العاطفة اللي موجودة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتعزز بعض النقاط بقوة إلها علاقة إما بعمل جديد أو إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أو الاهتمام بزملائك في العمل هم ممكن يبادروا بمساعدتك في مسألة أو يحلوا مكانك في عمل ما وبرضو اهتم ببعض الشؤون الصحية من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي هيك بشكل بسيط أو طفيف بدها نوع بس من الاهتمام أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء يعني تعمل ردة فعل سلبية شوي أو خلافات أو نقاشات أو حوارات ما بينك وبين الشريك بتيجي بشكل مفاجئ حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك ما في داعي أنك تخلي الأمور تحتد أو تكبر يعني بدها ضبط أعصاب بدها حوار بدها ليوني أو مروني في بعض الوقت بدون ما تصاعد الأجواء أو الخلافات ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الزهرة تقريبا لسه ما زالت موجودة في البيت الثامن فهي بتعزز مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة أو تحصيل حقوق لا إلك أو ممكن رواتب أو أمور إلها علاقة بأشياء إلها ببنك بضريبة بتأمين يعني بتهتم بالمسائل هاي بقوة فعشان هيك النتائج رح تكون إيجابية ودعملة إلك بقوة حاول أنك تستغلها وفي منكم رح يشعر ببعض الارتياح أو الإطمئنان ممكن في مسار قضية ما بتكون لصالحه أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتعزز أمور إلها علاقة بالاتصالات الخارجية فممكن يعني تنشط ببعض الاتصالات ممكن تتلقى اتصال شوي يكون صعب أو معلومي من شخص خارج البلاد شوي تزعجك ممكن يعني يكون في شيء له علاقة بامتحان مفاجئ أو مقابلة مفاجئة اليوم برضو نفس الشيء بدك تكون دارس ومستعد وما تعتمد على الحضوض نهائيا وإذا كان عندك سفر بدك تتفقد كل أوراقك وكل المعلومات وكل شيء له علاقة حتى بالحجز وطريقة السفر والسيارة والأمور هاي لأنه ممكن يصير تعطيل على أي مسألة منهم أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بتركز الأمور يعني عطارة بيدعمك على أمور إلها علاقة في البيت العاشر هو والشمس فبيحطوه في مرتبة امتحان امتحان لا امتحان جهوزيتك فعشان هيك يحاول تركز على عملك تستغل الفرص الفترة هاي بتحملك عمل جديد أو فرصة أو ترقي أو ترفيع إذا ما خالفت القوانين وشوهت سمعتك أنت بإيدك وأهملت الأعمال والواجبات الموكلة لإلك فممكن يا عمل جديد يا ترقية زي ما حكينا يا علاقة بتتوتد ما بينك وبين أحد الزملاء أو رئيسك بالعمل بشكل ملفت للنظر أو شكر وتقدير لإلك على بعض الإنجازات أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الأجواء ما زال فيها نوع من أنواع يعني الإيجابية بطريقة التواصل ما بينك وبين الأصدقاء ممكن يكون فيه لقاء أو حوار أو اتصال أو تواصل أو حتى ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء ولكن ما تخلي الخلاف أنه يصير وما تنتقد وتوجه اللوم لأحد الأصدقاء عشان الأجواء تظل إيجابية أما بالنسبة لبيتك 12 فما في أي تأثيرات للكواكب فيه إنما منقول لك حاول أنك تنجز أعمالك وتهتم فيها وما تخليها تتراكم اهتم لصحتك من بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تصير ممكن تبادر اليوم لزيارة أحد الأشخاص اللي بعزوا عليك أو مريض أو تتفقدهم أو زيارة واجب أو ممكن أنت تراجع طبيب برج الدلو طبعا اليوم أفضل كمان من الأيام اللي مضت اليوم الشخصية والنفسية أحسن وخصوصا مع وصول القمر لعندك فبتلاقي اليوم عندك حيوية أو إصرار أو رغبة في إنجاز بعض الأمور الضرورية وهذا الإشي رح يساعدك وخصوصا كل ما وصلنا لعمق النهار يعني ساعات الصباح أفضل من ساعات الفجر ساعات الظهر أحسن من الصباح يعني بتظلها القوة يعني دعميتك خلال هذا النهار بشكل أفضل بالنسبة للبيت الأول نفسيتك أحسن مشحون بطاقة قوية جدا بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي هاي الفترة بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور وبتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم ممكن شوي لسه على الأمور المالية ما تحركت يعني بعضكم ممكن يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن قسم كبير منكم ممكن اليوم يعني شوي يعاني من بعض المصاريف أو الارتباك المالي أو الاهتمام بالسداد أو دفعات أو التزامات حاول تقلل بس من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالاتصالات والتنقلات والحوارات بكثاف اليوم سرعة البديهة قوية وقدرتك على الإقناع رائعة جدا ممكن شوي تنزعج من بعض النقاط ممكن ما تعرف توصل الفكرة أو ممكن تتراجع عن بعض القرارات أهم شيء أثناء حركتك أثناء تنقلاتك حاول أنك تكون حذر ومنتبه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت بتحدث بعض المفاجآت عشان هيك المفاجآت هيا بتكون لصالحك أو معك وبتقارب ما بينك وبين العائلة وممكن أنها تكون يوم جيد على المستوى العائلي أو تحدث بعض النزاعات والمشاكل الفجائية أو سوء التفاهم وتخليك تحتد وتعصب أو تتخذ قرارات شوي ممكن تكون صعبة عشان هيك ضبط الأعصاب شوي بده يكون مطلوب وخصوصا أن أورانوس اليوم رح يكون بقمة طاقته وخصوصا بتأثيرها عليك فعشان هيك بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب أو تقارب جيد أو ممكن إنجاز بعض الأمور أو يعني الإهتمامات تكون جيدة ما بينك وبين الأحبة أو تمارس هواية معينة خلال هذا النهار أو تسعد بالترفيه في مسألة معينة وممكن تعمل لك تقارب جيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا ضاغطة على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك عمل ما أو ما تقدر تنجزه بالوقت المناسب ممكن يعني شوي هيك تحس ببعض الضغوطات أو تكتئب من شيء له علاقة بالعمل أو تنزعج من شيء معين وفيه منك شوي رح يعاني من بعض التقلبات على المستوى الصحي مش بالشكل القوي ولكن إجمالا أنه فيه يعني بتطلب منك نوع من أنواع الحذر وأخذ أدويتك في وقتها إذا كنت شخص بتأخذ أدوية بشكل مستمر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتعزز بعض النقاط اللي بتساعدك على بعض الأشياء الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين شريك المال أو شريك العاطفي الأجواء أحسن من الأيام الماضية بتساعدك إما للتراجع عن قرار سابق أو لتعزيز العلاقة ما بينك وبين الزوج أو الزوجة يعني فيه إشي له علاقة أو تقدروا أنك بمعنى آخر تستغلوها للتقارب أما بالنسبة للبيت الثامن الأمور المالية المشتركة برضو فيها نوع من أنواع الضغط فممكن إما التزامات أو رواتب أو إشي له علاقة بالدفعات أو أشياء له علاقة بالقضايا المالية يعني عليك قضية عليك دفعات عليك ديون بتحاول تسددها بتحاول أنك تتفاوض مع أشخاص لجدولة بعض الحسابات مراقبة حسابات بنكية أو قضايا مالية يعني هاي الأمور اللي رح تهتم فيها وفي منكم شوية رح تظهر بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما في البيت أو إلها علاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وممتازة بالعكس يعني بتعطي قوة وقدرة عالية جدا على الاتصالات والحوارات وخصوصا السفر لبعيد أو رغبة بالسفر أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد وحتى على مستوى الامتحانات الجامعية قوية ودعملة إلك بقوة فمنكم ممكن اليوم ينجز أشياء تكون مميزة وممكن يتلقى بعض العروض من خارج البلاد أو بعض الدعم أو المساعدة في بعض النقاط يعني اللي تكون لصالحك ودعميتك بشكل قوي أو لمصلحتك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا منقول لك دير بالك ما في داعي أنك تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة حاول تنجز أعمالك بوقتها ما تتغيب عن عملك حاول تهتم بكل شيء صغيري أو كبيري إلها علاقة بالعمل وخصوصا شيء بتعلق بزملائك أو رؤسائك بالعمل حاول ما تهمله وخلي التقارب جيد ما بينكم أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء وممكن شوي يكون فيه هيك اتصال مفاجئ أو حوار مفاجئ أو لمة مثلا أو دعوة أو زيارة أو هيك جمعة تكون ما بينك وبين بعض الأصدقاء فتسعدوا فيها أو يكثر فيها نوع من أنواع المرح أو تلطيف الأجواء أما بالنسبة لبيتك 11 فشوي يعني هنا بدك تكون حذر من بيت المتاعب يعني شوي بضغط على أمور العمل أكثر يعني أو بخلي شوي العمل مش ماشي بسهولة بده تكرار المحاولات أو تغير استراتيجية عملك بشكل أقوى في منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية ممكن تقلبات أو شعور بالتعب أو الوهم أو ممكن شوي هيك يعني يحتاج لمراجعة طبيب أو أدوية معينة أو ممكن تكون صحة أحد الأحبة هي اللي بحاجة للرعاية برج الحوت طبعاً ما زل القمر موجود في بيت المتاعب وهذا شوي بضغط عليكم شوي بخلي المزاج عندكم مش طبيعي أو ما عندكو رغبة لكثير من الأمور خلال هذا اليوم أو بتتهرب من بعض المسئوليات أنا منصح بأنك اليوم تخلي نوع من أنواع الروتين يعني إنجز الأشياء الروتينية عندك بدون ما تبادر بشيء جديد يعني حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول إنك أنت تحتك بس بنوع من أنواع الترفيه بس للتغيير عشان ما تخلي بس الضغط النفسي هو اللي يسيطر عليك بشكل أكبر وانتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء شوي هنا بتركز على الأمور المالية في منكو رح يحصل مكاسب مالية اليوم وفي منكو رح يهتم ببعض المردودات المالية الي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم في منكو رح يهتم ببعض النقاشات أو الحوارات اللي ممكن تكون لصالحك ممكن تحصل من خلالها دعم ما أو تحل قضية مالية ما الأهم شيء إنك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا الأجواء شوي لسه مش مساعدة على الاتصال والتواصل والنقاش والحوار فعشان هيك بتحس فيه نوع من أنواع الإرباب أو نوع من أنواع التقلب أو أمور مش ماشية زي ما بدك وممكن يصير سوء تفاهم ما بينك وبين شخص تتناقش أو تتحاور أنت وياه فيفهمك بطريقة غلط عشان هيك كون واضح بطرحك كون واضح بالفكرة اللي بتحكيها يعني أو اختصر بدون ما أنت تكبر الموضوع وتلف وتدور بالكلام يعني الوضوح مطلوب على أساس أن الأمور تكون كميزان لصالحك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالبيت تعمل تقارب جيد ممكن رغبتك أنت تظل في البيت أكثر اليوم ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة كأعمال أو ورشات منزلية ترتيبات وتصليحات وترميمات واهتمامات عائلية كلقاءات أو نقاشات أو حوارات يعني الأعمال المنزلية ممكن تهتم فيها بشكل أكبر وممكن يصير فيه نوع من أنواع القلق على صحة أحد أفراد العائلة أو على موضوع مشكلة بتتعلق في أحد المقربين أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء المستوى العاطفي الشوي الحساسية عندك عالي جدا فممكن تستاء من أمر عاطفي أو تعيش هيك بتأملات أو تفكر في مسألة تتعلق بأحد الأحبة أو تقلق عليه أو تتوتر لأجله عشان هيك بتطلب منك الأمور أنك ما تشد على حال كثير في الأمور العاطفية وبرضه ما تخلي الحساسية هي تأثر على نفسيتك حاول أنك تمارس هواية معين اليوم إلا أجواء تدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السادس فهنا الأجواء من الزهرة بتدعمك على مسائل العمل فممكن أن تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي من بعض الأصدقاء أو الزملاء ممكن يساعدوك في إنجاز عمل ما أهم شيء أنك ما تترك أعمالك ناقصة وما تترك حد أنه يمسك عليك ثغرة وأنك أنت أهملت بعمل ما برضه اهتم للتقلبات الصحية لأنه شوي الفترة هاي يعني بتأثر على الوضع الصحي بشيء بكل فيه سلبية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني فيها هيك سوء تفاهم أو حساسية من كلمة من تصرف بتصرف فيه الزوج ممكن تستاء من حركة أو من قرار أو أنه هو ما استشارك أو تسرع في رؤية أو في منظوره هو الخاص حاول تضبط أعصابك وما في داعي تفاقم الأمور لأنه أنت اليوم حساس زيادة عن اللزوم فهذا الإشي لو في يوم ثاني ممكن يمشي طبيعيك أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا عطارد والشمس موجودين عطارد بده ينتقل ما زالت الأجواب تعزز نقاط قوة إلها علاقة بالأموال المشتركة أو المستردات أو دعم أو هبات أو مساعدات ممكن بعضك يحصل بعض الأشياء الإيجابية أو الدعم الإيجابي اللي يكون لصالحكم في بعض النقاط وفي منك رح يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة براتب بنفقة ببنك بضريبة تأمين ميراث مثلا أموال غير أموال مشتركة تجدولة بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمال أو بمشروع جديد بحاول يفكر فيه ويديره شوي مأزم الأمور عنده أو شوي محيره اترك الموضوع يوم يعني بكرة القمر رح ينتقل عندك فرح تجد الجواب أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتعزز نقاط إلها علاقة بالاتصالات والحوارات وحتى على مستوى أمور إلها علاقة باتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص غارج البلاد في منك اللي عنده امتحان أو عنده سفر أو عنده مقابل اليوم بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة جيد بيدعمك ببعض النقاط بقوة خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل بشكل قوي على مستوى عملك تعاملك مع زملائك رؤسائك بالعمل أهمش أنك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين عشان شوي الأمور برضو تكون لصالحك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتعزز نقاط قوية جدا لها علاقة بالأصدقاء فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو ممكن هيك يكون فيه لمة أو مؤازرة أو اتصال من صديقي يعني شوي يدخل الفرحة على قلبك وممكن بعضك يدخل بنقاش أو حوار شوي يحتد فيه لأنه برضو الطاقة ضعيفة فعشان هيك سهل أنك تنفعل وتندفع وتدخل في أشياء ممكن شوي تكون مش لصالحك أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا القمر موجود فيه فبسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أمركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أمركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء في أي شيء جديد ما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك أو يمنعك من العمل أو النشاط نظم أمورك وضاعف مجهوداتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر